وقسيات المستشار توركي الشيخ ده هو مش شيخ؟ هو مش بينتك لتلت تربع نجوم مصر؟ هما مش كل فناننا سابوا التمثيل في مصر وراحوا هناك بيمثله في الصفادية؟ اللي راحوا الصعودية نجومه مطلوبين مش زيك رد قوي من تامر عبد المنعم لمها أحمد بعد طلبها الشغل في الصعودية تامر عبد المنعم اهتم انه يرد على تصريحات مها أحمد بعدما طلبت من المستشار توركي الشيخ انه يشغلها في فعاليات موسم الرياض في الصعودية فنزل بوستة على فيسبوك ووجه لها رسالة الليها من حقك تقولي اللي انت عايزاه وتعمل اللي مقتنع بيه وتقولي اللي نفسك فيه واللي في قلبك ولكن اطلبي من ربنا ان شيخة خليجية تشغلك عندها طول مدافع حدودك ومن حقك كمان تشتغلي عند شيخة او على تيكتو او اي وسيلة تانية لكن مش من حقك ابدا ان بتطلعي تقولي ان كل الفنانين المصريين راحوا لتركي الشيخ ولا من حقك تتكلمي عن اللي راحوا اصلا فاولا مش كل الفنانين المصريين راحوا لتركي الشيخ ثانيا ان اللي راح راح لان جمهيريته كبيرة والناس هناك عايزة تشوف شغل ودخل لا يستدعب بشكل رسمي اللي راح اقدم شغل في المملكة كان بدعوة من هيئة الترفيه مش عشان يشتغل عند تركي الشيخ كشخص وفي فرق كبير يا مها وفي الاخر قدم لها نصيحة وقال لها نصيحتي لك يا مها كزميلة وزوجة فنان كبير مش كل اللي بنحس بيه بنطلع نقوله على السوشال ميديا يا مها كمان الاعلامية ياسمين الخطيب كتبت منشور لها على الفيسبوك تناشط فيه تركي الشيخ بالاستجابة العجلة لطلب مها احمد شوفوا لها شغلانة تنتشلها من السقوط ومن الهوان المغجل اللي قلفته ده آفينة من قلة الإيمة دي ومن لسانها اللي بيدلدى قلة أدب وقاحة ايه يا شيخة الأرف ده